في الأول من المبادرة هذه هو إعادة نشاط السيارات دون الرجوع ولا دون المساس بالعملة الصعبة هذا الهدف الأول ولكن حضرته قبيل شفنا بلي فاتورة الاستيراد شحال تكلف الدولة للوصول للإيكليب هذا بين ستدير هدرنا قلنا بلي رح تكون حوالي 15 مليار دولار باش فاتورة الاستيراد باش تيكون السوق متوازن متوازن اليوم وتكلمنا على بعض النقائص في استعمال نسبة إدماج ولا فرضها في دفتر شروط نسبة إدماج فرضها في دفتر شروط نقوله من غير المعقول نقوله نفرضو على إنسان أنه يمشي على خمس سنين ست سنين سبع سنين في نسبة إدماج تخمسين ولا ستين بالمئة في موديل ألوك الموديل هدو يتبدلوا يتغيروا راح ان ان تام دي تكنولوجي راح نكونوا حيسب غولة تكنولوجيا راح نفرضو دي موديل يقدر ممشيوش يعني اقتصادين غير مجدية هذي قرارات غير مجدية قد قولي انت نستعملوا نسبة إدماج كما قالوا فينانسية ولا فيزيك نفس الشيء الهدف هما الطريقة المتبعة هي نفسها لكن الهدف انتاك هو شي طوله العملة الصعبة هننتفقوا مبدئين على الاكتيفيته هذي ما لازمش استعمل العملة الصعبة وانت تتفق مع الكونستركتور نتاعك والحمد لله حنا درنا السيمولاسيون هذي ونا توشيكل كالكونستركتور يعني اتصلنا ببعض المسنعين وتجاوبوا ما نقولك المسنعين كل تجاوبوا ميكانين اللي بعتنا لهم كانت تجاوب المقرب من الجل Hastان تنسى في قبل ممكن العمل هذي بالاطبا اتبورا تبور في إلىäg الم KNوز 되는데